استمع مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع افتراضي من رئيس حكومة المناصفة دكتور معين عبد الملكة استمع إلى تقارير بشأن مسجدات الأوضاع الداخلية والسياسات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية وشدد المجلس الرئاسي على همية حشد وتعبئة كافة الموارد والطاقات للوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين وافشل المخططات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي تستهدف إيقاف عجلة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة والجهود الرامية للتحسين حضور بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكد المجلس التزامه باستمرار دفع رواتب الموظفين والعمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية وسلع الأساسية مشيدا بالدعم السخيم للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات وطلع مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع على المسار التنفيذي لقرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية والإجراءات المتخذة للحد من تداعياتها مجددا ترحيبه ببيان الاتحاد الأوروبي الذي يدين فيه ممارسات ميليشيات الحوثية الإرهابية في مفاقمة الأزمة الإنسانية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة